بسم الله الرحمن الرحيم خير شوف أستاذ إبراهيم أنت دايما يعني أقول لك أمثلنا وبعض اللقطات كده في حياتنا بتشكل فلسفة عميقة جدا الفاضي يعمل قاضي لما تكون أنت أحلامك تتدعى أهدافك تتدعى وما عندكش شيء تقدر تعمل عشان تحقيقه وتجد عندك نوع من الفراغ الذهني والفراغ يؤدي إلى فراغ قيامي بعد شوية خلي بالك لأنك حتقعد طبوس الغيرك اللي ماشي ومشغول ومناجح أنك غيران منه أنك متدق منه وتتمناله الفشل وتتمناله زوال النعمة والعياد والله فتجد نفسك مشغول بغيره طب المشغول بقى اللي وراك كل حاجة وعايز يسعى لدي وراه أهداف ريضية وراه أهداف أرقام عالمية وقرية عايز يتجاوزها وراه منشآت وراه أحلام عمال بيعمل ويأخذ الرياضة المصرية في القالب الذي لم يقتحمه أحد قالب الاحتراف قالب تكوين الشركات قالب الاقتراب من العمل المؤسسي الدولي العالمي والمكانة ترتفع وهو مضطر ينظر إليك ويغل عليك ويحاول يشويهك ويحاول يجذب عليك وبعدين يحاول يجورك لمنطقته أنه يتدعس حقك يمكن أنت تروح سابل في إيدك ومتبت له وتبتدي تنشغل به وهذه أخطر مراحل الأمر لأن الحقيقة يعني الأمر عنده مثلا هذه تعاسة هذا بؤسي وقدي إلى اليأس إنك خلق ما يقول ده مش غير إنه بقى إيه وبعدين أخشي بقى أجرب على نفسي واخنيحة يقول لك نانا لا دانا 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 كل ما زين يقول لي حاجة لا بقى إيه بقى إيه ما هو أنت أنت بتحقق فدع الآخرين الحقيقة وده اللي أنا قلته قبل كده جهاد النفس هنا إنك ما تضعفش عشان تلتفت وتنشغل باللي بيهاجمك واللي بيسيء إليك واللي فاهم إنه بيغيزك واللي ويوصل يقول لك أنا بيستنيك أنا بيستنيك وعمل لك حركات أنا مش يعمل إزاي وما يجيش لا يعني وتكتشف إنه ليه بيعمل كده أنا مش عارف وهو فاهم إنه ده بيوصله قريبا من قلوب المتابعين أو لا ويحفل عليك يحفل عليك وهو يحفل عليك إليه بي أن يحفل على نفسه هيقول لك أبو خامس الله يقول لك يا مش عارف إيه الله أنا أتحدث عن أي أحد وكل واحد بقى هو عايز يتكلم ويرد عليه يبقى بشار على نفسه واخد بالك خلينا يا ربنا دي معلينا نعمة المشغولية وننشغل بأهدافنا وننشغل بأحلامنا وننشغل بطموحنا وننشغل بمكانتنا وعايز جماهرنا دعكم من التحفيل التحفيل حنرجع له تاني لأنه والله إيه اللي تقيمة لكن أنا بضرب الأمثلة عشان الناس تفهم وكل واحد على فكرة بيحاول إن ياخد الأمثلة دي عشان يستخبه وراء مؤسسة يستخبه وراء جماهير لا ما تستخبهش وراء عدل إن أنت المقصود ترجمة نانسي قنقر